بسم الله والصلاة والسلام أنا رسول الله السلام عليكم حبيباتي الفيديو اللي جيتكم به اليوم هو تدبيرات وصفات خفيفة ضريفة وتدبيرات في نفس الوقت عندي تشينا والبانان واليفخاز هادو كنتم خبيتهم في كونجيلاتير نقطحهم الى شرائح كيما نقتلكم ونفرش السنة يوافي بلاتو نفرشهم حتهم في المجمد كي يجمدوا المهم هكا في الساشي كيما ومبعد نعدو كل ما نحتاجوا كمية نجبدوها هاني حطيتهم في الميكسي فيهم با هندير بيهم الجو هني الجو زيتلو زيتلو مقدار تألماء قد ما نحتاجوا تحبيه خاتر وتقيل ما تكتريش الماء تحبيه خفيفة خفيه بالماء واللي يحبي زيت السكر هو حر واللي يحبي تانية في بلاتو ما يدير الماء يدير الفيشي ثاني كل واحده تدو قطاعه وانا يوليداتي ما يحبوش بالفيشي نعدتلكم بارك هكا نقعدو نميكسيو فيه كيما قلتلكم لا تكسيوه كل واحده واشي يحبو انا خليته هكا تقيل اعجبهم وللآمانة زيتلو واق طيرات انتع قارس باش ما يتأكسج هادي تسمى بعدها كي قد رايح يطول في الفريجيدير ديرولو القارس وطلعت بارك ما تكترولوش شوفو كيف هجاء ما شاء الله جا تقيل وكل واحده تدو قنطاعه هاي الكمية اللي اعطاتني شوفو كيف هجاء ما شاء الله يجي وباردو جبتو هكا مجمدو بديت نميكسي فيه خليتو داب شوية بارك بها ما تفزتليش البغامي كتور تاعي كيما برك داب هك شوية بارك وبديت نميكسي فيه هاي الكمية قد دهجتني ما شاء الله فزوش كيسين وهو اللي قعد وبصحو بالهناء والتضبيرة التانية ان شاء الله اللي جيتكم بها اليوم كي قعدلكم هكا كروكي ولا ما ترميوهش حطوه قصوه طراف هكا صغار حطوه فلاشوار تاعكم ارحيوه حبيباتي ارحيو هكا عطبوه وخبيو حبيباتي في علبة وحطوه حطوه في الفريجي دار التحت وحطوه في الكنجيلاتر فقدروا تخدموا به بإذن الله هني ندلكم بهم تضبيرة هذي ندلكم بها هكا في الباط وتحطوه في الكنجيلاتر والتضبيرة الثالثة اللي جيتكم بها اليوم هي تاني ليفخاز قبيتهم تاني في الكنجيلاتر هاهو جبتوه في العلبة ثاني هندلكم بيه معجون معجون يعني في القيقة تديروه بعدك تكونوا قصين من قبله انا خبيت الفريجي وغطيتوه بالسكر وحطيتوه في الكنجيلاتر كي حبيتنا جبدوه هكا حتجتو هاني لما ما نكترولوش الماء اصلا يتخاذ خي يطلقوه الماء نزيدوه لو عصرات عقارس بهي تاني مليحة كيشغول المادة حافظة ونحطوه فوق النار هني هني حطيتو فوق النار كي يبدأ نحطوه فوق النار كي يبدأ نحطوه فوق النار تكون عالية و اصلا هه كميه صغيرة نور ما منضرو فيه كوكوت كي عدت الكميه صغيرة ونحطوه فوق النار ونحطوه فوق النار ونحطوه فوق النار كي يغليلي ونرجعوه في النار الخفيفة ونخليش فيه النار العالية بزاف ونبدأ نحفظ هكذا الرغاوي اللي يديرها هذوك الرغاوي هم اللي يفزدوه المعجون مرة أخرى ونخبيه وهو الله يفزدوه هاي كيف ههو الله هنه يبقى يغلي النار تكون ما هي عالية بزاف ما هي كلي طافية شوية ونحطوه هذوك الرغاوي نحطوه وبعد هزو طرف هكا بالمغرفة حطوه فيه سحي هكا لي متعرفشه انا كي نشوفها كان ينعرفو لكا نوجد خليوها تبرد وشوفو للقيتوها عقدت يسمى المعجون تاعكم راه وجد هنه يشوفو على كيف هجاني خليتو احتبرد وحطيتو شوفو ما شاء الله القوامن تاعو شوفو الله يبارك المهم اللي وصلت هنا معايا للفيديو ما تنسانيش حبيباتي بجان واشتراك وشكرا حبيباتي اللي قاعديني يدعموه فيا وربي عيشكم ويعطيكم ما تتمنوا وفيديو القادم ان شاء الله راح نزيد نجيكم بوصفات جديدة بإذن الله والله تتبيرات السلام عليكم ورحمة الله